فقدان وافتقاد وغياب الرقابة على طريقة تربية الإسماك وعلى طريقة القاءة الإسماك بإصلاعياتها بحوض النهار القاءة الإصلاعيات دون رادع ودون رقابة بيئية ودون أخذ المصولات واللقاحات اللازمة والأمر الآخر هو استخدام البحيوات المتجاوزة مدام هي متجاوزة تستخدم المبيدات والأعلاق والإصلاعيات دون خضوحها للرقابة الصحية أو لرقابة الجار المختصة بلات الزراعة هذا أمر الأمر الآخر هو أمر واضح وجنابك في حلقة سارقة حتكلمنا عنه هو الصيد الجار وصيد الجار هو الصيد باستخدام الصاقة الكهربائية وباستخدام السموء باستخدام البنبات اللي هي القنابل الصوتية وهذا الأمر يعني ظاهرة عديدة غريبة ديئة الأسماك العراقية ديئة حوض النهر بيئة مناسبة لمختلف أنواع الأسماك على انتجاد نهر الجار في نفس العرب لكن التعامل بالصيد الجار هو أيضا يرتقي إلى مستوى الجريمة ودى الثروة السمكية ترجمة نانسي قنقر